موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة عزيزاتي الطالبات أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات شرح دروس مادة الأحياء للصف العاشر الفصل الدراسي الأول سنتحدث اليوم عن الخلايا والبيئة المحيطة سوف نتطرق في درسنا هذا إلى عملية تبادل المواد مع البيئة الخارجية من خلال التمع في هذه الصورة الموضحة أمامكم نتساءل كيف يمكن لهذا النباث الذي تغير لونه إلى البني إلى أن ينتعش مرة أخرى تتميز خلايا هذا النبات بمقدرة عالية على تحمل الجفاف الشديد فتسحب الخلايا الموجودة في الأوراق الماء من البيئة المحيطة فيخضر النبات مجددا وبالتالي لكي تظل الخلية حية لا بد أن تمارس وظائفها الحيوية على أكمل وجه فهي تحصل على بعض المواد من الوسط المحيط وتتخلص أيضا من النفايات الناتجة إلى الوسط المحيط أي البيئة الخارجية ولا يمكن أن تتم هذه التبادلات إلا عبر الغشاء الخلوي الذي يتولى تنظيم هذه العمليات إذ يشكل الممر الحتمي للمواد من وإلى الخلية وذلك عبر آليات محددة ومن خلال معلوماتنا السابقة نتذكر أن غشاء الخلية يتميز بكونه غشاء الشبه منفذ أو اختياري النفاذية فهو يسمح لجزيئات معينة بالمرور عبره كالجزيئات صغيرة الحجم مثل الماء في حين يمنع مركبات بعض المواد الأخرى كالجزيئات الكبيرة مثل البروتين والكربوهايدرات ولا يمكن للأيونات صغيرة الحجم والمشحونة كهربائيا عبور الغشاء بسهولة علل إذ تمنع الشحنة الكهربائية الأيون من عبور الغشاء ومن الممكن اختصار آليات نقل المواد عبر غشاء الخلية عن طريق ثلاث آليات النقل السلبي، النقل النشط، والنقل الكتلي أو الكبير أولاً سوف نتطرق إلى آلية النقل السلبي هي حركة المواد عبر غشاء الخلية من دون أن تستهلك الخلية أي تطاقة وذلك لأن انتقال المواد فيها يكون بحسب منحدر التركيز أي من التركيز الأعلى للمادة إلى التركيز المنخفض وتضم الآليات التالية الانتشار، الأسموزية، النقل، الميسر أولاً الانتشار كما نلاحظ في الصورة المعروضة أمامكم الصورة في الأعلى في البداية يكون تركيز المادة خارج الخلية أكثر من داخلها أما في الصورة في الأسفل تنتشر المادة إلى داخل الخلية حتى يصبح تركيزها متساوياً على جانبي غشاء الخلية فما هو الانتشار؟ هو تحرك الجزيئات عبر غشاء الخلية من منطقة ذات تركيز عال إلى منطقة ذات تركيز منخفض تبعاً لمنحدر التركيز حتى يتساوى تركيز الجزيئات على جانبي الغشاء يتم الانتشار مع منحدر التركيز حيث تتحرك الجزيئات من التركيز الأعلى إلى التركيز الأدنى مثال كالأكسوجين وثاني أكسيد الكربون في عملية البناء الضوئي ثانيا الأسموزية وهي انتشار الماء من دون المواد الذائبة فيه عبر غشاء الخلية بحسب منحدر تركيزه أي من الجانب الأعلى تركيز للماء الأقل تركيزا للمواد الذائبة إلى الجانب الأقل تركيزا للماء الأعلى تركيزا للمواد الذائبة نلاحف في الصورة الموضحة أمامكم تحرك الماء بالأسموزية عبر غشاء شبه منفذ كيف تغير تركيز المواد الذائبة في الجانب الأيسر للكأس؟ لقد انخفض تركيز المواد في الجانب الأيسر للكأس نتيجة لانتقال جزيئات الماء له من المعروف أن سايتوبلازم الخلية عبارة عن محلول مركب من الماء والعديد من المواد الذائبة وتسبب الفروقات في التركيز بين السايتوبلازم داخل الخلية والوسط المحيط بالخلية خارج الخلية بتحرك الماء من وإلى الخلية بالأسموزية سوف نأخذ مثال آخر للخاصية الأسموزية يمكننا من التعرف على تركيز المحالين في البيئة الخارجية من خلال نتائج خلط الدم بمحالين ملحية مختلفة التركيز كما نلاحظ أعزائي الطلبة عزيزاتي الطالبات في الصورة الموضحة أمامكم نلاحظ اختلاف في شكل كرية الدم الحمراء ففي كرية الدم الحمراء العادية يكون شكلها طبيعي لأن تركيز المواد المذابة في المحلول المحيط بها متساوي مع تركيزها داخل الخلية أما الخلية المنكمشة في أقصى اليسار فتغير شكلها بسبب خروج الماء إلى الوسط الخارجي لأن تركيز المواد الذائبة في المحلول خارج الخلية أعلى من داخلها أما الخلية المتفجرة في أقصى اليمين فتغير شكلها بسبب دخول الماء من الوسط الخارجي إلى داخل الخلية لأن تركيز المواد الذائبة في المحلول خارج الخلية أقل من داخلها ثلاثة النقل الميسر كما نلاحظ في الصورة الموضحة أمامكم عملية النقل الميسر ونلاحظ وجود الحامل البروتيني الذي يساعد في نقل المواد من وإلى الخلية ما هو النقل الميسر؟ هو انتقال جزيئات المواد عبر غشاء الخلية بواسطة ناقل أو حامل وسيط من بروتينات الغشاء نفسه فتقوم بعض بروتينات الغشاء بتيسير انتقال الجزيئات عبره وفقاً لمنحدر التركيز ومن دون أن تبذل الخلية أي تطاقة لنقلها مثال نقل الجلوكوز من الدم إلى خلايا الجسم كمصدر للطاقة أي لإنتاج مركب الـ ATB ننتقل أعزاء الطلبة أعزاء الطالبات إلى ثاني آلية لنقل المواد من وإلى الخلية وهي آلية النقل النشط ما هي آلية النقل النشط؟ هي عملية انتقال الجزيئات الكبيرة نسبياً أو الأيوانات ولكن بعكس منحدر تركيزاتها عبر غشاء الخلية أي من الجانب الأقل تركيزاً إلى الجانب الأعلى تركيزاً باستخدام الطاقة نلاحظ في الصورة الموضحة أمامكم آلية النقل النشط يتشابه النقل النشط مع النقل الميسر في استخدامهما للحوامل البروتينية غير أن النقل النشط يتم بعكس منحدر تركيز جزيئات المادة المنقولة نتيجة لبذل الخلية للطاقة سوف أعرض لكم مثالان لآلية النقل النشط المثال الأول فتقوم الخلية الحيوانية بطرد الصوديوم إلى خارجها وسحب البوتاسيوم إلى داخلها بعكس منحدر التركيز هل تعرفون لماذا؟ لأن التدرج في تركيز الصوديوم والبوتاسيوم ضرورياً لانقباض الخلايا العضلية وانتقال النبضات العصبية اثنان عملية النقل النشط في الخلية النباتية حتى تمكن الجذور من امتصاص الأملاح المغذية للنبات من التربة التي لها أهمية كبيرة في نمو النبات بشكل طبيعي على الرغم من أن تركيز هذه الأيونات في خلايا الجذر أعلى من تركيزها في التربة ووصلنا إلى آخر نقطة في درسنا هذا وهي آلية النقل الكتلي أو النقل الكبير نلاحظ أعزائي الطلبة عزيزاتي الطالبات في الصورة الموضحة أمامكم توضح آلية النقل الكتلي أو الكبير في هذا النوع من النقل الخلوية تم نقل جزئات الكبيرة نسبياً مثل البروتينات أو فضلات الخلية عبر الغشاء الخلوي وتتكون من عمليتان الإخراج الخلوي والإدخال الخلوي الإخراج الخلوي كيف يحدث؟ يعبئ جهاز جولجي فضلات الخلية في حويصلات تسمى حويصلات جولجي تتحرك عبر السايتوبلازم باتجاه الخلية لتلتحم معه ثم تفرغ محتوياتها إلى الخارج أما في الإدخال الخلوي فينثني جزء من غشاء الخلية ليحيط بالمادة مكوناً ما يشبه الكيس أو الفجوة حولها ثم ينتقل هذا الكيس إلى داخل السايتوبلازم وهناك عمليتان في الإدخال الخلوي البلعمة والشرب الخلوي يطلق على إدخال المواد الصلبة البلعمة أما إدخال المواد السائلة فيطلق عليها بالشرب الخلوي وفي نهاية الحلقة نؤكد على ما تعلمناه من خلال أسئلة تقويم بسيطة السؤال الأول عدد آليات النقل السلبي هناك ثلاث آليات للنقل السلبي واحد الانتشار اثنان الأسموزية ثلاثة النقل الميسر السؤال الثاني ما هي أوجه التشابه والاختلاف بين النقل الميسر والنقل النشط؟ أوجه التشابه هي انتقال المواد عبر الحوامل البروتينية أما أوجه الاختلاف فهي استخدام الطاقة في النقل النشط وعدم استخدامها في النقل الميسر وشكرا لكم على حسن استماعكم ترجمة نانسي قنقر